أحليك سؤال على هالإنسان المريض تخيلوا واحد عنده إنفلونزا بخطئ كورونا عنده إنفلونزا عادية يقول لك أنا ما نعديش الناس وندير الماسك هل ترى ما هي أرضة الفعل الآخرين في الحافلة ولا في المترو نحن ما عدناش لحس المدني أنا سبق ونتنقلت للصين والاحتى في اليابان عنده الإنسان ليرام مريض وبشرطين يدير الكمامة وعادي واحد ما يشوفه لأنه يخمم على الروح ويخمم على الآخرين نحن في الجزائر ما عدناش نحن وكان أنا ونحن نلبس الكمامة ما نهضرش على كورونا هذا مشبوه أو في الكورونا أبعدني نعم ما يقولون نعطيك صحة ولكن ما عدناش هذا الحس المدني حاجة ثانية كاين استهتار حتى في السلوكات اليومية فيما يخص المجال الصحي شحان نشوفه تسمومات الغدائية كل عام في الجزائر استهتار يكون استهتار من الإنسان هذا يببوا للإنسان نشوفه نعطيك مثال وحد آخر الناس اللي بيعوا على حافة الطريق يبيعوا جبن اللي بيعوا حواج أولا ممنوعة ثانيا كاين ناس رميشوا عليه كاين استهتار نحن عندنا هذا الاستهتار نحن نهضر على الجانب الصحي كاين هناك بعض اللامبالات ولكن أظن بعد حدود الوفايات اليوم خاصة الوفاتين خاصة بأنهم يعني صح كانت منتظر على الوفات لأنهم لا أستطيع عدد الحالات سيكون هناك وفاية ولكن أظن مع عدد الوفايات الناس يبدوا يحسوا يقول لك كاين خطر كاين خطر لكن المشكلة التي يوجد في الناس الكبار كان كاين بزاف شباب الجزائر بلد شاب ولكن نحن نخمع للناس اللي عندهم فوق 70 سنة فوق 80 سنة نقدر يكون امتي كونتاكت يقدر الشاب يسبب الوفاة للجد انتاعو للجد انتاعو هذه ما زال مرحلة مرحلة الوعي الصحي لازم هذا الاستهتار خاصة ان يكون هناك مرض متنقل كما هذا لازم نبدل العادة انتاعنا صحنا فيما يخص غسل الايدي لأخيره الحمد لله عندنا الدين تاعنا الإسلامي يعني كاين قاعدة وحتى في ترتيب العالمي فيما يخص غسل الايدي الجزائر كانت الثالثة كان هناك بلدان ما عندهمش هذا العادة ولكن كاين استهتار صحي الوضوء كافي للوقاية هل هذا طبيا مثبت؟ هو مليح ولكن غير كافي لأن الماء واحده ما يكفيش لازم الماء زائد الصابون ولكن يعني حاجة حسنة لأنها كاين ثاني في التربية الدينية كاين تربية صحية يعني حتى الطفل كيتولفوا باللي يتوضى كاين نظافة والنظافة رأي تمنع الكثير من الأمرات ولكن فيما يخص كورونا الماء واحده ليكش